بسم الله الرحمن الرحيم فيا نفس ذهبي وجداً وحزناً ويا عين بحمر الدمع جودي على حلو الشباب وبدر تمين شبيه محمد خير الجدود وكأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي لوصل عودي رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمس اللحود وتمشي باكياً من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد وكأني بالنساء غدا تفرد إلى نعشي الشهيد ابني الشهيد فتلك تقبل كفاً خضيباً وتلك تشم ورداً للخدود وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوحة يا ليلى أعيدي على حلو الشباب وبدر تمين شبيه المصطفى بدر الوجود دقوم العلي الأكبر يا ليلى يا ليلى مذبوح ظلم أحد يشيل ومن الماء ومن الماء ما برد غليل يا بني يا بني مهن بطيب نومك يا بني مهن بطيب نومك يا ريت يوم قبل يومك يا بني للعشرين ما وصلن سنينك وحاتفني علي أيك الموت لقشار بسم الله الرحمن الرحيم قال إمامنا أبو عبد الله الحسين في دعاء له على رمال الطف في حق علي الأكبر اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك الكريم علي الأكبر أول شهيد وقربان في سبيل الله تعالى يقدمه سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين علي الأكبر كان أشبه الناس خلقاً بجده المصطفى كان هناك رجل مسيحي نصراني في المدينة رأى في عالم الرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقبل على الرسول وأعلن إسلامه فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه بعضاً من التعاليم وبعدما انتهى من حديثه قال تأتينا في غداة غد إلى المسجد وصار الصبح فزع من النوم النصراني ودخل إلى مسجد النبي فرأى الحسين وإلى جانبه علي الأكبر فظنًا منه بأن هذا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو مقبل على علينا الأكبر يقول له يا رسول الله أنا جئتك على الميعاد فالحسين صلى الله عليه وآله لا يتكويني يقرؤون أفكار الناس حتى الطيف حتى الرؤية التي يشاهدها الناس يتحدثون عنها أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين وهذا في أكثر من موقف مع أكثر من إمام صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين تجلى فقال له الحسين ليس الذي رأيته في عالم الرؤية ليس الذي رأيته في رؤياك إنما هذا حفيده علي الأكبر وأنا صبطه الحسين فكان علي الأكبر أشبه الناس بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله يعني قمة في الجمال لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان أجمل نبي من أنبياء الله بنص عبارة الصديق يوسف الذي يقول عنه المفسرون أنه كان أجمل نبي من أنبياء الله وذلك لما جاء الزليخة بعدما أصبح ملكا على خزانة مصر وأصبح نبيا جاء بعض من يحذرها يا زليخة يا زليخة هذا يوسف مقبل عليك قالت إني لا أخاف ممن يخاف الله وجاء يوسف وسلم عليها قال كيف أصبحت وأمسيت يا زليخة قال سبحان الذي جعل العبيد ملوكا وجعل الملوك عبيدا يعني أنت يوم الأيام كنت خادما عندي وأصبحت اليوم ملكا سبحان الذي جعل العبيد ملوكا والملوك عبيدا فقال لها ما زلت تحبينني يا زليخة زليخة أصبحت عجوز في الغابرين قالت بلى والله فقال لها يوسف الصديق إذن فما بالك إذا نظرت إلى جمال نبي آخر الزمان قالت صدقت والله قال من أين علمتي قالت لأن الله قذف محبة نبي آخر الزمان في قلبي بمجرد أن قالت هذه الكلمة هبط الأمين جبرائيل من علياء السماء ليقول ليوسف بأمر الله يا يوسف العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك اخطبها كرامة لمحبتها للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فخطبها وإذا بالمعجز الإلهي تحولت هذه المرأة العجوز في الغابرين إلى شاب كالوردة المتفتحة ذات سبعة عشر عام إذن جمال النبي الأكرم يستشهد به يوسف الصديق فإذا كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أجمل الخلق أجمل نبي من أنبياء الله فعلي شبيهه علي الأكبر شبيه المصطفى هذا ما قاله الإمام الحسين عليه السلام اللهم شهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك الكريم هذا من حيث الصورة الظاهرية لعلي الأكبر وخلقاً أعظم آية يوجهها الله تعالى لنبيه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من مهامه الرسالية يقول إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومن خلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان من يحب من يتخلق بأخلاق النبي وكان يحب من يتخلق بأخلاق الأنبياء والصديقين جاءت ذات يوم سفانة بنت حاتم الطائي وكانت في جيش المشركين ووقعت في قبضة الأسر هي ومن كان معها من النساء جاءت تشتكي للنبي الأكرم على بلال بن رباح الحبشي قالت يا رسول الله انظر إلى بلالك هذا مؤذنك يؤذن للمسلمين لإقامة الصلاة قال ما عساه أن صنع بكم قالت يا رسول الله لقد مر بنا على جثث قتلانا فقال من أنت الرسول صلى الله عليه وآله يسألها قالت أنا سفانة بنت حاتم الطائي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أطلقوا صراحها ومن كان معها فقيل في ذلك لما يا رسول الله قال لأن أبوها كان يحب مكارم الأخلاق وهكذا علي الأكبر واحدة من بيوتات المدينة التي كانت بيوت الكرم هو بيت علي الأكبر ويعرف بيت الكرم من خلال ذلك القبس قبس من النار يسعر على سطوح دور الكرم فواحدة كانت من بيوتات الكرم بيت علي الأكبر يسعر النار على سطح داره حتى إذا جاء مسكين وقد ظل الطريق يأتي إلى هذا البيت فيكسوه بكسوة أو مثلا يحضر له الطعام واللباس ويفترش له الفراش ويضيفه حتى يأمن الطريق ويعود إلى بلده علي الأكبر هكذا كان أشبه الناس خلقاً وخلقاً بعد ومنطقاً برسولك الكريم يقول الإمام سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه منطقاً برسولك الكريم أأخذ فقط هذه المفردة أحبتي وأنهي بها الخطاب لعلينا الأكبر لهذا العملاق عملاق الطف هذا الضرغام هذا الفارس الذي كان يفرون منه فرار المعزى إذا اشتد بهم الذئب يوم العاشر من المحرم هذه المفردة وهي مفردة أن علينا الأكبر كان أشبه ما يكون بجده المصطفى حتى في منطقه وذلك لما هبط الأمين جبرايل من علياء السماء ليقول للنبي الأكرم السلام يبلغك السلام يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول إني مخيرك ما بين الدنيا والآخرة فاختر ما شئت يا رسول الله فالنبي يسأل جبرايل حبيب جبرايل ماذا ترى فتلى جبرايل قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى علينا الأكبر أشبه ما يكون بجده المصطفى من حيث المنطق منطقاً أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك الكريم الإمام سيد الشهداء جالس على متن جواده وبمجرد أن دخلوا إلى ساحة كربلاء أخذته سنة نوم غفوة يعني بسيطة والسنة يعني الغفوة الله تبارك وتعالى ينعت نفسه يقول لا تأخذه سنة ولا نوم هذه من صفات الله تعالى أما البشر من الأنبياء فما دون هؤلاء جميعاً تأخذهم السنة يعني الغفوة ومنهم سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام أخذته سنة نوم يعني غفوة بسيطة ثم فتح عينة واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون وهذه كلمة لا يقولها إلا من نزل فيه نكبة أو مصيبة أو كارثة علينا الأكبر التفت إلى أبي الحسين قال أبا يا حسين أراك استرجعت يا نور عيني هل حصل شيء؟ قال بني علي إني سمعت مناد ينادي القوم يسيرون والمنايا تسري من ورائهم قال أبا يا حسين أولسنا على الحق؟ قال بلى بني قال إذن إن وقع الموت علينا أو وقعنا عليه لا نبالي هذا منطق علينا الأكبر أشبه ما يكون بمنطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك الكريم ولما أراد القتال وأراد الخروج إلى الموت جاء إلى أبيه الحسين عليه السلام أبا أبا يا حسين ائذني للبراز لأأخذ ثأري من هؤلاء المنافقين الحسين الشخص الوحيد الذي لم يتحدث معه ويرخصه بالنزول إلى القتال بلسانه إنما أغرورقت عيناه بالدموع لأن أصحاب أصحاب الإمام الحسين أهل بيت الإمام الحسين كل واحد منهم عندما كان يأتي إلى الحسين يقول له إذن لسيدي ابن رسول الله قال له أبرز بارك الله فيك إلا علينا الأكبر لما جاء إليه وطلب الإذن للبراز اغرورقت عينا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهذه كانت بمثابة إشارة وإذن حتى يخرج علينا الأكبر إلى القتال فخرج علينا الأكبر لما رأى عينا أبي عبد الله الحسين قد غرورقت عيني أبي عبد الله الحسين غرورقت بالدموع خرج إلى القتال وهو يهتف برفيع صوته أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا بن الدعي يلاه الهليل ابنك علي عيد الحرب عنده وللموت ما لا يخشى الموت ويصده خرج يقاتل قتال الأبطال حتى قتل المئتين وأحس بالعطش عاد إلى أبيه الحسين قال أبا يا حسين العطش قتلني وجهد الحديد وثقل الحديد أجهدني الحسين عليه السلام أخرج لسانه ووضعه في فم علين الأكبر فقال العلي الأكبر أبا يا حسين إني أرى لسانك أي بسم اللساني وعاد للقتال يقاتل بينما هو يقاتل الإمام سيد الشهداء يراقبه وليلا أم علين الأكبر أماط الستار الخيمة ونظرت إلى وجه الحسين وقد بان عليه الانكسار جاءت إليه قالت سيدي أبا عبد الله هل لك خبر من علين الأكبر قال لها ليلا يا ليلا ادخلي إلى خبائك فإني سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دعاء الأم استجاب في حق ولدها فدخلت إلى خبائها نثرت شعرها ومدت بطرفها نحو السماء وأخذت تدعو لولدها علي الأكبر ليعود سالما إليها طبت الخيمتها الغريبة وتوسلت ب الله بحبيبة بالحسين ينوش ما بمصيبة يا راديو سف من مغيبة اليعقوب ومسجن حيبة رد لي علي خاف مصيوب جاء إليه أبو عبد الله الحسين رمى بنفسه من علامة نجواده على صدره صار يبكي بكاء الثكلا يقل لدي قل لي من شرق راسك يا نور العين ياهو الغمض عيونك يا ريت يومي دون يومك قاعد عنده وشاف مغمض العين وبدم سابح وامترب الخدي يقل لدي قل لي من شرق راسك يا نور العين ياهو السلب درعك وطاسك أنا جاء تمسح جروحك وشم خديك وحط صدري على صدرك ووفديك كل ما حاول القوم أن يحملوا الحسين من على صدري عليين الأكبر ما تمكنوا العباس كان يعرف أخاه الحسين صاحب غيره وحميه يقول حميد بن مسلم جاء العباس بإزاء خيمة زينب قال أخي زينب أخرجي أخرجي وحتى يقوم أخونا أبو عبد الله من على صدري علينا الأكبر يقول رأيتم رأة طويلة القامة وقور وهي تلطم بعشرها على رأسها وهي تقول أيواء علي أيواء أكبر أيواء ابن أخاه فلما سمعها أبو عبد الله الحسين نفض يده من على جثمان علي الأكبر ثم أدار بطرفه إلى جهة المخيم قال لهم يا هلموا إلي وحملوا أخاكم علي يا أهل الخيم جاكم علي قموا أول وشوفوا على صدري جناز تايا محمول طلعان ووالي من الخيم عمات طلعان يوالي من الخيم عمات شافا علي ما تنحصي جراحات جاب ومدد ما بين أخوت بيشعدهم يوالي وهم موت بس ما سمعا النسوان صوت إجت لي ألا تصيح الله أكبر صارت تنظر إلى علي الأكبر وهي تقول يا ابني يا ابني أئم هنبطي بنومك يا ريت يومي قبل يومك يا ابني للعشرين ما وصلن سنينك وحاتفني عليك الموت لقشر الحسين تارة ينظر إلى علي الأكبر وتارة ينظر إلى القاسم يا شبان يا شبان يا بل لا تؤنون تصدعون قلبي من تحنون يا بعد أهلي مدرش تريدون شبان مثل الوريد يزهون وسافى على الغبر ينامون ينامون يا كوكب ما كان أقصر عمره وَكَذَا تَكُونُكَ وَاكِبُ الْأَسْحَارِ إِلَا هَنَا نَسْأَلُكَ وَنَدْعُوكَ وَنُقْسِمُ عَلَيْكَ بِأَحَبِّ الْخِلْقِ إِلَيْكَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَارْرِجْ عَنَّا يَا أَلَّهُ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد كفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى من قضى ومضى من أهل هذا الجمع وإلى من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة المباركة